عشاق القهوة اليومية عليهم أن يحذروا من كميات القهوة التي يتناولونها فالإفراط فيها قد يؤدي لارتفاع ضغط العين مؤسسة فيجين دايريكت البريطانية المعنية بصحة العيون حذرت من شرب كميات كبيرة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لضررها على العين وقوات البصر ووفق الخبراء فإن الاستهلاك المبالغ فيه من القهوة يمكن أن يسبب الجلوكوما أو المياه الزرقاء وهي حالة يتلف فيها العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ بسبب تراكم السوائل داخل العين مما يؤدي للعمى في مرحلة متقدمة نتائج دراسات سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الكافيين في فترة قصيرة يصبحون أكثر عرضة لزيادة ضغط العين بشكل مؤقت وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات بشأن خطورة تناول الكافيين لفترة أطول ولطالما اعتبرت القهوة المشروب السحري للملايين في العالم وهي وفق دراسات متنوعة مفيدة لتحسين المزاج ولصحة القلب لكنها قد تصبح مضرة إذا تم تناولها بشكل زائد خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم استعداد عائلي للإصابة بأمراض في القلب والعين